مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة اللغة الإنجليزية النهاردة إن شاء الله بنستكمل مع بعض منهج الترم الأول والنهاردة إن شاء الله هننتهي بيونت 5 و 6 إن شاء الله أول حاجة عندنا النهاردة زي ما اتفقنا إن إحنا بنبدأ أول حاجة بتايتل تايتل الدرس إحنا النهاردة التايتل عندنا اسمه function function what is the meaning of function function means وظائف مهن الوظيفة نفسها إحنا النهاردة هنتكلم عن الوظيفة اللي الأشياء بتقوم بها الوظيفة اللي الأشياء بتقوم بها وده اللي إحنا النهاردة هنتكلم عنه في درسنا طبعا زي ما اتفقنا إن إحنا في بداية كل درس بيبقى عندنا مجموعة فكاب الفكاب ديت إحنا بناخدها كبداية إن إحنا بنحفظ الكلمة علشان نقدر بعد كده نستخدمها في how to make complete sentences يعني إحنا لازم نحفظ الكلمة ونعرف معناها بالعربي معناها مبدئيا ولكن بعد ذلك الهدف الرئيسي how to make a correct sentences how to use these words to make a correct sentences إحنا زي ما اتفقنا هناخد مجموعة بوكاب جديدة وإحنا علينا إن إحنا نحفظها كويس جدا ونقرها كويس جدا ونعرف معناها علشان نقدر بعد كده نستخدمها في كل sentences اللي هتقابلنا نبدأ مع بعض مضلة مضلة فان اللي هي المروحة جايستيك ذراع أو مقبض إنجن 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 اللي هو المحرك أو المطور برضو اللي هو اسمه محرك فيول تانك فيول تانك خزان وقود خزان وقود جير جير الترس الجيرز اللي هي التروس اللي بتبقى عندنا في الماكينات بايلوت 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 طيار جات باك جات باك جات باك نفاف الظهر منفاس الظهر دوت ده جهاز هنستخدمه وهنتكلم عنه في درسنا النهاردة موتور موتور قلنا موتور ده إنجن اللي هي معناها محرك أمبليفاير أمبليفاير ما هو المنظر من أمبليفاير؟ يعني مكبر الصوت ريسيبر 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 يعني جهاز استقبال كمبريسر كمبريسر جهاز الضغط كمبريسر جينريتور جينريتور يعني مولد كهرباء ترانزميتر 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 جهاز إرسال أنتنة 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 اللي هي الأريال اللي موجودة في التلفزيون في الموبايلات الأديمة وهكذا في الراجو راجو ويفز راجو ويفز راجو ويفز اللي هي الموجات اللاسلكية موجات لاسلكية لنس لنس مينز عدسة ريفلكتور ريفلكتور يعني عاكس ثرستر 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 محرك دفع سبيد 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 يعني السرعة أكسيلريتور 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 دواسة البنزين فانكشن فانكشن اللي هي الوظيفة 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 هنا بنعني بيها الوظيفة اللي بيقوم بيها الماكينة أو المعدة ده معنى كلمة فانكشن باك باك يعني حزمة كانوبي كانوبي يعني قبة البراشوت اللي هي الجزء اللي فوق في البراشوت رب اللي هو الحبل كرو كرو يعني طاقم طاقم الطيارة طاقم الباخرة اللي هو الطاقم اللي بيقوم بايه بالابحار والطيران وهكذا كوندكتور كوندكتور موصل ريفريجريتور ريفريجريتور يعني تلاجة فلاود فلاود يعني سائل بيربوز 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 يعني الغرض لود سبيكر لود سبيكر يعني مكبر صوت او اللي هو اللي احنا بنقول عليه حاجة شبه المايكروفون شوي باتاري 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 باتارية الكتريك كارنت الكتريك كارنت يعني طيار كهربي بيدل بيدل يعني الدبرياج اللي هي دواسة الدبرياج اسمها بيدل باور باور الطاقة بروديوس بروديوس ينتج فوكس 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 يعني يركز او يعمل تركيز على شيء معين سيركت سيركت دائرة كهربائية بيم 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 شعاع اللي هو شعاع الضوء لايت 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 وتزميني جوء بلايت يعني ضوء طبعا احنا زي ما اتفقنا ان احنا عندنا مجموعة البوكابس ديت احنا لازم الغرض من ان انا بعرضها كلمة كلمة والمينيجز بتاعها ان انا اعرف الفرولانسيشن بتاعها يعني لازم ان انا اما اجي اقرأ الكلمة حضرتك تسمعها معايا وترددها ورايا ده الغرض من ان انا بفرق الكلمات بالمينيجز بتاعها مع الساونس اللي انا بقوله فلازم احنا كلنا نحفظ الكلمات دي كويس علشان مش هو ده الهدف منها ولكن الهدف منها زي ما قلنا في بداية الدرس ان احنا بنقول how to make a correct sentences and how to listen to a correct sentences ازاي استمع لجملة كاملة وافهمها وعرف اترجمها هو ده الهدف منها الهدف التاني ان ازاي اعمل جملة كاملة باستخدام مجموعة الكلمات الجديدة اللي انا استخدمتها ده الهدف من ان انا بقول الكلمة ومعناها وبكرر الكلمة تاني ارجو ان احنا نهتم جدا بhow to pronounce the words how to pronounce the words شان مجرد ان انا انطق الكلمة صح مجرد ان انا هسمعها صح ان انا هفهم معناها ايه بالزبط نيجي دلوقتي للجزء التاني وهو الgrammar احنا اتفقنا النهاردة ان احنا بنتكلم عن وظائف الparts اللي هي الparts of the machines او the devices احنا بنتكلم النهاردة عن الاجزاء دي طيب الاجزاء دي في عندنا النهاردة ازاي نقول وظائف كل جزء ازاي نقول وظائف كل جزء والنهاردة هنتكلم عن يعني expressions مختلفة تعرفنا ازاي نعرف وظيفة كل جزء هنبدأ مع بعض هنا من اول سؤال what does the fan do what does the fan do احنا اتفقنا ان what is the meaning of the fan the fan means المروحة اللي هي موجودة في الجهاز اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي تمام ايه هي فايدتها it pushes the air it pushes the air what is the meaning of pushes the air يعني بتدفع الهواء بتدفع الهواء what is the fan for what is the fan for it is for pushing the air it is for pushing the air انا عندي جملة الاولانية هنا قلت what does the fan do تاني جملة قلت what is the fan for the same meaning الاسئلة دي the same meaning نشوف اخر سؤال برضو المينين جي بتاعو زيوم ولا لا what is the purpose or function of the fan what is the purpose or the function of the fan الانسر زيبتاتي هنا its purpose is to thrust the air is to thrust the air طيب what is the difference between three questions what is the difference between three questions the question number one هنا بيسألني باستخدام the present present sample بيستخدم هنا السؤال في زمن present sample اللي هو المضارع البسيط اللي هو بنستخدم فيه اللي أثبت لنا انه هو بيستخدم المضارع البسيط عندي هنا what does does يبقى انا هنا سألت في زمن المضارع البسيط لما اجي اسأل في زمن المضارع البسيط لازم الاجابة تكون عندي في نفس الزمن في نفس الزمن عشان كده انا قلت it pushes it pushes يبقى انا هنا جبت verb plus s الverb plus s يبقى انا ليه جبت الverb plus s لان انا عندي هنا it it هنا pronoun طيب يبقى انا هنا عندي it pushes the air يبقى انا السؤال الاولاني كان في زمن المضارع البسيط طب نيجي للسؤال التاني ده سم مينين كل التلات اسئلة بيحملوا نفس المعنى وهي ما وظيفة الفان ما هي وظيفة الفان التلات اسئلة بتاعني ولكن السؤال الاول لما جالي في زمن البرزنت سامبل لازم اجاوب عليه في زمن البرزنت سامبل طب السؤال التاني what is the fan for what is the fan for يبقى هنا السؤال بيقول لي ايه هو لايه في هنا كلمة for واحنا عارفين قبل كده ان for لازم ييجي بعدها ايه ايوا فكر كده قلناها قبل كده كتير فقبل كده قلنا فعلا فعلا very good excellent قلنا for لازم ييجي بعدها verb plus ing verb plus ing يبقى طالما سألني هنا before يبقى انا افتكرة على طول القاعدة بتاعت for اني لازم for ييجي وراها يبقى لازم after for verb plus ing نجي نجي نشوف الجملة اللي قالها it's for pushing the air it's for pushing the air طيب the third question say what is the purpose or the function of the fan هنا سألني السؤال واضح ايه هي وظيفة الفان سؤال واضح جدا وانا هجاوب عليه برضو بكل وضوح واقول it's purpose is it's purpose is is what is to واكمل الجملة عادي وطبعا عارفين ان to verb ييجي بعدها الverb في الانفينيتب ما يجيش معاها اي اضافات يبقى هنا بقول ان عندي الجملة واضحة بيقولك what is the purpose or the function of the fan يبقى الإجابة هتكون it's function is to it's function is to to what to thrust the air the verb in the infinitive to thrust the air thrust the air اوكي طيب نيجي في بعد كده structure عندي بيقول the function of the bump at the back of the refrigerator is to compress the fluid is to compress the fluid what is the meaning of these words بيقول هنا انه وظيفة فيه امبوبة كده او فيه bump بورا التلاجات اللي احنا بنسميها حتى باللغة العربية عندنا عادي compressor برضا هي اسمها compressor برضا compressor ده بيعمل ايه بيعمل compress بيضغط على السائل بيضغط على السائل طيب في عندي meaning another meaning of these sentences تعال نشوف الميننج التاني the pump at the back of the refrigerator acts as a compressor of the fluid اه يبقى انا فوق كان بيقول انه وظيفة البمب ديت انه هي compress انه هي بتضغط الهوى لكن الجملة التانية نفس الميننج برضو بس قلها لي بطريقة تانية وقال لي ان البم at the back of the refrigerator اسمها ايه او act as ايه بتعمل على ايه كلمة act as لازم نعرف كويس جدا انه لما نشوف كلمة acts as acts as لازم يجي بعدها نون لازم يجي بعدها نون علشان كده انا قلت هنا ايه acts as a compressor acts as a compressor compressor هي النون اللي هي جاية من verb compress هي النون from verb compress اوكي يبقى هنا الميننج عندنا the same meaning في الجملتين مع اختلاف اني انا لما وضعت كلمة acts as جي بعدها النون بتاعي the purpose of a loudspeaker or megaphone is to amplify sound amplify sound هنا عندنا equal يبقى الجملة التانية طالما في equal يبقى نفس الميننج تعال نشوف ايه الاختلاف اللي فيها the loudspeaker or megaphone acts as an amplifier of the sound اوه نفس الكلام اللي انا قلته قبل كده انا قلت قبل كده ان انا لما باجي اقول the purpose of of anything or any part لازم اقول is to وبعدها infinitive ده فعلا نفس اللي جي دلوقتي قلنا هنا ان الهدف او الغرض من loudspeaker او الميجافون بيعمل is to amplify sounds يعني يعمل بيكبر الصوت بيكبر الصوت طب لما نيجي الجملة التانية هو جاب لي في الجملة التانية كلمة acts as اتفقنا قبل كده لما نلاقي acts as بيجي بعدها الكلمة ايه ايوه very good بيجي بعدها النون بيجي بعدها النون amplifier amplifier what is the meaning of amplifier يعني مكبر يعني مكبر اوكي دي هنا الجملتين اللي هما بياخدوا same meaning طيب تعال نشوف هنا بقى ازاي نسأل اسئلة ونجاوب عليها بالنسبة للfunction what is the function of the bulb what is the function of the bulb هو عايز هنا يعرف ايه هي وظيفة البلب what is the meaning of bulb bulb اللي هي الزجاجة بتاعة اللمبة او اللمبة الزجاج يعني الزجاج اللمبة الزجاج bulb هو الزجاج اللي بيحيط باللمبة فهي تعتبر هي اللمبة برضو يبقى البلب هنا what is the function of the bulb ايه هو بقى the function of the bulb is to what to produce light to produce light يبقى انا عندي هنا لما جيت قلت على طول مباشرة what is the function of لازم اجيب is to والverb في الانفينيتب وده اللي احنا جبناه دلوقتي السؤال اللي بعد كده what does the reflector direct what does the reflector direct كلمة reflector هنا معناها اللي هي العاكس اللي احنا قلناها قبل كده في new vocab direct what what is the meaning of direct direct يعني بيعمل ايه او بيفوكس على ايه فهنا بيقولك the reflector directs the light in a beam بيعمل الضوء او بيباشر الضوء في او من خلال شعاع شعاع يعني ايه اشعة بيعكس الضوء على اساس انه هو اشعة بيعكس الضوء على هيئة اشعة تمام نيجي بعد كده هناخد مجموعة كلمات تاني على اللي هو نفاف الظهر الشخصي وده وده اللي هو الجيت باك اللي احنا المفروض ان احنا بندرس اجزاءه السنة دي ولازم نحفظ كل جزء فيه عشان كده انا مفسرة كل جزء ومعناه بالعربي عشان تقدر تحفظ الاجزاء كويس جدا بالتالي هتعرف تقول الفونكشن what is the function of each parts of the jetpack اوكي jetpack jetpack يعني نفاس الظهر الشخصي نفاس الظهر الشخصي ده عبارة عن جهاز بيتحط في ظهر البيلوت او اللي هو الطيار وده حاجة بيطير بيها الفوق ودلوقتي هنقول ازاي بيشتغل وازاي بيعمل cylinder cylinder يعني استوانة cylinder means استوانة landing landing هبوط landing means هبوط parashot parashot يعني المظلة joysticks joysticks اللي هي الذراع او المقابد user user مستخدم belt 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 maximum 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 emergency 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 what's the meaning of emergency يعني حالة طارقة speed 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 قلناها قبل كده معناها سرعة direction direction اتجاه parts 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 what's the meaning of parts يعني اجزاء وهنيجي دلوقتي هنقرأ what is the meaning of personal jetpack وازاي بيشتغل نقرأ مع بعض كده القطع اللي عندي وبعد كده نشرح a personal jetpack is a device used for carrying a single person through the air هنا ال jetpack هو عبارة عن جهاز بيستخدم علشان او من اجل حمل person واحد just one person through the air في الهواء بيحمله في الهواء it avoids traffic هو بيتجنب الاشارات المرور it consists of an engine بيتكون من ايه بقى يتكون من motor two powerful fans في مروحتين كبار قوتهم عالية جدا and controls and controls the engine behind the pilot وكمان في عندنا المطور اللي هو خلف الطيار او الشخص اللي هو بيقود الجيتباك ده the fans are mounted on the engine الفانز عندنا محطوطة فوق المطور the fans are powerful thrusters force the air down to the ground هو وظيفة الفانز هنا انها بتدفع الهواء تحت الارض يبقى وظيفة الفانز اللي عندنا بتعمل ما هياش بتدفع الهواء وتجيب هو وكده لا دي بتدفع الهواء thrust الزاقير down down يعني اللي تحت علشان الجهاز يبدأ يرتفع لفوق ده بيبقى اللي هو اسمه الجيتباك طبعا الجهاز ده هو مش منتشر جدا عندنا هنا في مصر ولكن احنا بنشوفه كتير في الدول الكبرى بيبقى الجهاز دوت عبارة عن وسيلة نقل شخص واحد فقط من مكان لمكان وبيبقى علشان يتفادى الاشارات المرورية اللي بتبقى في الطرق والشوارع اللي موجودة تحت بكده نكون خلصنا اول يونت عندنا النهاردة والنهاردة هنكمل معانا يونت سيكس كمان علشان الاتنين مع بعض صغيرين فاحنا النهاردة هنكمل معانا طيب احنا خدنا اليونت الاولاني كان بيكلم عن الفانكشن الفانكشن وقلنا فانكشن يعني وظائف او فانكشن يعني وظيفة الجزء التاني برضو بيتكلم عن كاريرز كاريرز بس كاريرز هنا معناها برضو وظائف طب كاريرز ماهي مختلفة ماهي مختلفة دفو اللحظات أو دفو جزء أو دفو كاريرز ماهي مختلفة من الفانكشن وماهي مختلفة من كاريرز أما الكاريرز فهي المهن التي يمتهنها الإنسان المهن التي يمتهنها الإنسان اللي هي بنقول عليها جوبس اللي هي الجوبس عرفنا الفرق بين فانكشن وكاريرز هات دي وظائف ودي وظائف ولكن فيه اختلاف كبير في المعنى أوكي نيجي بعد كده لبرضو مجموعة نيو وكاب كتيرة هتنفعنا في اليونة هنا انجينير انجينير what is the meaning of انجينير انجينير معناها مهندس ديجري ديجري what is the meaning of ديجري درجة جامعية يعني شهادة جامعية يونيفرستي 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 سينجر سينجر بلان 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 فيه عندنا بلان وفيه عندنا بلين علشان كتير بيتلغبط بين بلان وبلين بلان means خطة خطة بخطط لحاجة وبعمل خطة فبتبقى بلان اما بلين وتزامين جاء off بلين بلين means طيارة بلين means طيارة kind kind company company organization 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 كلمة طويلة شوية بس هنقطعها شوية organization organization chart chart sales 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 employees employees manager 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 service 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 duty duty sales manager sales manager يعني مجير مبيعات sales person sales person يعني باقع او باقع خلي بالنا كويس قوي بين الكلمات هنا في sales manager ده مجير المبيعات نفسها اما sales person هو الشخص اللي بيقوم بالبيع سواء باقع او باقع specialist 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 what's the meaning of specialist يعني اخصائي اخصائي general manager general manager يعني مدير عام مدير عام boss 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 يعني رئيسي في العمل department 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 يعني قسم supervisor supervisor يعني مشرف technician technician what is the meaning of technician technician means الفني فني repairs repairs repair 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 وزاوة s means يصلح الverb اما هنا عندنا repairs means اصلاحات اصلاحات run run برضو عندنا هنا run من الكلمات اللي هي بتستخدم be another meaning what is the meaning of run في العادي بتاعنا معناها يجري لكن هنا معناها ايه يدير معناها ايه يدير يبقى نخلي بالنا قوي من الكلمات اللي هي has to meaning في عندنا كلمات كتير قوي in english بس has to meaning in arabic فلازم نعرف معنا run بتاع معناها يجري لو جات في جملة بمعنى ان هي يدير مؤسسة يدير الشركة يبقى معناها برضو run نيجي هنا عندنا مجموعة questions and answers what is the main duty of a general manager ايه هي الشغل الرئيسي او الوظيفة الرئيسية للمدير العام he runs the whole company يبقى المدير العام وظيفته ايه او هي ايه بيشتغل ايه او مهامه ايه او واجباته ايه هو he runs the whole company هو مسؤول عن ادارة كل الشركة كل الشركة the whole company what is the main duty of a sales manager ايه هو وظيفة او عمل او واجبات المدير المبيعات مدير المبيعات بيعمل ايه مدير المبيعات he runs the sales department he runs the sales department قولنا هنا runs means what means يدير يبقى هو هنا بيدير قسم المبيعات بيدير قسم المبيعات what is the main duty of a service manager a service manager ايه مهام او واجبات مدير الخدمات المدير الخدمات he runs the parties and the service department هو هنا بيدير الخدمات والاجزاء او قسم الخدمات والاجزاء اللي هو اللي بيبقى خاص بيه الخدمة وقطع الغيار مثلا اللي هي spare parts وكده اوكي نيجي بعد كده لحاجة مهمة جدا عندنا النهاردة الجرامر بيكلم عن قاعدة if قاعدة if هناخد النهاردة اولا احنا معنا عندنا قاعدة if وهي اسمها حالة الشرط if means الشرط لو اذا يعني انا لما باجي اخطط لحاجة واقول اذا او لو يبقى انا هنا بستخدم حالة الشرط طب يا ميز دلوقتي احنا عندنا اول حالة عندنا وهي conditional type 1 conditional type 1 عندي هنا الحالة الاولى بتقول ايه حالة الشرط الاولى وهي الشرط محتمل وقوعه لتوافر الشروط والظروف المطلوبة يعني ايه كلام اللي انا بقوله دا يعني انا دلوقتي بخطط اني اعمل شيء الشيء اللي انا بخطط له هو محتمل وقوعه طب ليه محتمل وقوعه لان الظروف المتاحة والمطلوبة موجودة يبقى انا في الحالة الاولى بقول اني انا عندي الحالة الاولى بتقول اني يكون الشرط محتمل وقوعه وتكون كل الادوات او الشروط او الظروف المطلوبة متاحة ليه طيب في الحالة دي يا ميس القعدة بتاعتي هتبقى ازاي القعدة هتبقى زي ما احنا شايفين دلوقتي عندنا ايف بتبقى اولا هي بتربط بين جملتين بتربط بين جملتين فانا لما جيب ايف الجملة اللي بعدها على طول الجملة اللي بعدها على طول تبقى present simple present simple طب الجملة التانية او الجملة اللي بتكملها معاها لازم يبقى فيها well او can plus infinitive طيب يبقى انا عندي اول حاجة لازم اعرفها ان ايف لازم الاف بتبقى ملاصقة الاف انا ممكن ايف تيجي في نص القاعدة ممكن ايف تيجي في نص الجملة ما بين الجملتين فعشان كده لازم احفظ وافهم ان ايف بيجي وراها على طول present simple يعني ايف وراها على طول present simple الجملة اللي وراها اللي ناحية ممكن تيجي في بعد الجملة الاولانية وممكن تيجي قبلها نفسها يعني ايف هنا ممكن تيجي في النص فالجملة اللي بعدها على طول تبقى present simple بالتالي الجملة اللي قبلها هتبقى will او can plus infinitive زي ما احنا قلنا طب انا عندي الجملة الناحية التانية بعد الجملة الاولانية برضو هتيجي معاها will او can طب تعال نشوف كده الكلام اللي طيب انا عندي سؤال بيسأل بايه باييف لو انا عايز اكون مهندس ايه اللي ممكن اعمله علشان ابقى مهندس انا هنا بسأل السؤال برضو السؤال عندي جاي ايه او هاي موجودة والجملة اللي بعدها على طول فيها present simple هنا بعد كده خلصت الجملة جات الجملة التانية فيها will استخدمت هنا will طب تعالشوف الاجابة ونشرح مع بعض ايه اللي حصل هنا if you want to become an engineer لو انت عاوز تكون مهندس مفروض تعمل ايه you will have to get a diploma you will have to get a diploma طب انا هنا دلوقتي هل الجملة دي مظبوطة وبتحتمل كل عناصر الشرط اللي موجودة عندي يعني انا هنا عندي اداة الشرط اللي هي if عندي الجملة الاولانية فيها present sample عندي الجملة التانية فيها will او كان فهنا عندي will تمام طيب تاني حاجة هتأكد منها هل الجملة دي فعلا محتمل وقاعها ولا هي خيال وانا بحلم ان انا اعملها لا ده احنا فعلا الجملة اللي احنا بنتكلم عنها دي ممكن نسبة حصولها كبيرة جدا ليه لان انا عايزة بقى مهندس والمفروض ان انا ادخل اخد دجري او university degree او شهادة جامعية تديني الايه الحق دوت او تديني المهندس يبقى انا عندي هنا في الحالة الاولى ان الشرط موجود ويه الجملة محتمل وقاعها لان الظروف المتاحة موجودة ومناسبة لحدوث الحدث كده ده بالنسبة للجملة الاولى او type 1 احنا اتفقنا قبل كده عشان نحفظ مع بعض ونراجع عندي الجملة الاولانية او type 1 عندي if بييجي بعدها على طول في الجملة اللي لازق فيها present sample بعد كده الجملة اللي بعدها بييجي well او can plus طبعا الفعل بيبقى في infinitive اوكي ولازم برضو يكون الجملة عندي عشان نبقى واضحين وفاهمين ان الجملة يبقى في الهدف اللي منها بيبقى محتمل وقاعها وكمان الظروف الملأمة متاحة و متاحة ليا ان انا اقوم بالعمل ده نيجي بقى لtype 2 conditional type 2 conditional برضو هنا لها معنى حالة الشرط التانية لا تتوافر الشرط لا تتوافر له الظروف المطلوبة او المواصفات اللازمة او هو مجرد مثال او افتراض مخالف للواقع كذلك في حالة الشك او في حالة التأدب اه يبقى انا بستخدم الحالة التانية دي لما بيكون عندي شك او بيكون عندي الظروف اللي هي مفروض انها تبقى موجودة عندي مش مناسبة او مش ملقمة او انا بحلم او انا بقول حاجة مخالفة للواقع او بفترض شيء مش موجود في الحالة دي بعمل ايه بيقولك هنا في الحالة دي بنجيب ايف جنبها على طول الجملة اللي بعدها على طول مش present simple لا past simple past simple طب الجملة اللي بعدها يا ميس بتبقى ايه would or should plus infinitive would or should plus infinitive يبقى انا عندي الحالة التانية لازم نفتكر كويس قوي امتى استخدم الحالة التانية من قاعدة ايف استخدمها لما يكون الشرط اللي عندي مخالف للواقع مثال بجيب مثال من اي حتة بفترض شيء مش موجود في حالة ان انا بشك في شيء باستخدمها وهكذا طب بتتكون من ايه يا ميس الحالة التانية دي بتتكون من ايف بعديها الجملة اللي وراها على طول باست سيمبل بعديها الجملة اللي بعدها would او should plus infinitive طيب طيب if you wanted to become a rock singer if you wanted to become a rock singer you would have to be a good singer you would have to be a good singer يعني انت دلوقتي احنا دلوقتي هنتكلم عن اول حاجة القاعدة بتاعتنا هل هي متوفرة الشروط ولا لا ايف موجودة تمام موجودة الجملة اللي بعدها على طول جت في زمن الباست سيمبل تمام جت في الباست سيمبل طيب الجملة التانية جي بعدها ايه would plus half اللي هو الانفينيتيب تمام يبقى انا عندي الجملة هنا متوفرة فيها الشروط الجراماتيكال الجراماتيكال طيب تعالا بقى نشوف كده كمينينج واحدة بتقول ان هي عايزة تبقى روك سينجر روك سينجر what is the meaning of روك سينجر روك سينجر ده a kind of singer a kind of singer يعني نوع من انواع المغنيين بيبقى روك سينجر تمام طيب هل ينفع ان انت تبقى عايزة تبقى روك سينجر وانت في الاساس you are not a singer you are not a singer يبقى لازم علشان ابقى روك سينجر يبقى at the first i must be a singer a good singer a good singer وهو ده المثال اللي هو الهولة قال لها لو انت عايزة تبقى روك سينجر you would have to be a good singer first يبقى you must be a good singer وبعد كده تختاري الكمية يبقى هنا اصلا هي مش مغنية جيدة وهي لا تمتلك الموهبة ولا تمتلك المواصفات الموجودة ولكن دوت مجرد مثال بقوله او مجرد هي حاجة نفسها تعملها او بتفكر فيها او بتسأل هو انا ممكن ابقى كذا فبالتالي الرد عليها كان زي ما احنا قلنا طيب احنا دلوقتي اتكلمنا عن اليونتس اللي معانا وقلنا كبداية ان انا عندي وظايف ووظايف ان عربي ولكن وظيفة الاولانية مينز فونكشن ولكن الوظيفة التانية اسمها كاريرز تمام انا عندي هنا لما باجي اقول وظايف اللي هي البارتس جدا وبتيجي عندي كتير وهي ازاي ان انا استخدم الكلمات انا عندي هنا في كلمة اسمها acts as دي لازم اعمل سترس عليها كويس جدا وact as دي لازم اعرف ان لو جاتلي في اي سؤال في اي سؤال لازم يجي بعدها noun يجي بعدها noun يبقى acts as noun acts as noun وقلت قبل كده برضو ان لما اجي اقول the purpose the purpose كلمة the purpose او the function لازم اقول قبلها is وto اقول قبلها ايه is وto يبقى انا عندي هنا انواع كتيرة من الاسئلة بعملها وبجيب كلمات خاصة بها يعني ايه الكلام ده يبقى انا عندي في كلمة key لحاجة تانية وط زمين يعني مفتاح المفتاح دوت ان انا بستخدم ما في يعني انا عندي دلوقتي لما اجي اقول is to is to خلاص to جات لي يبقى to هنا بيجي بعدها الverb فين في infinitive يبقى to دي key بتاعة infinitive احط ورا على طول infinitive ان احنا عندنا نوعيات من الاسئلة واسئلة الامتحان وده اللي احنا راجعنا قبل كده وان شاء الله هيبقى فيه عندنا فرصة كبيرة لمراجعتها فيما بعد وهي how to answer the questions how to answer the questions of the exam الاجزام بتاعتنا طب الاسئلة اللي عندي يا مس دي هتستخدمها في اي جزئية من الاسئلة طيب انا عندي اهم حاجة اللي هي بدايما بتبقى متنوعة الاسئلة وهي السؤال اللي هو خاص بالتشوز خاص بايه بالتشوز لما اجي اعمل عندي السؤال بتشوز ده وبيبقى عندي سؤال وفي four choices طيب انا عندي four choices دول في حاجات بتبقى ملأمة وحاجات لأة طيب انا دلوقتي يا مس اللي انا بقوله دلوقتي اللي هو في عندي key words يعني ايه key words يعني انا دلوقتي لما لقي في السؤال بتاع التشوز عندي السؤال بيقول في كلمة two في كلمة two اهي اول ما شوفها على طول يبقى لازم احط وراها اختار الاختيار اللي بيقول في في infinitive يعني ايه infinitive يعني verb وزاوة any anything وزاوة s وزاوة ing وزاوة anything يعني الverb في المصدر الverb في المصدر طيب يبقى معنا كده ان الاسئلة دي ممكن تفيدني او الحاجات دي تنفعني في سؤال اللي تشوز تمام حاجة تانية انا عندي هنا كلمة acts as مجرد ما تشوف كلمة acts as لازم تحط على طول وراها نون لازم تحط وراها نون يبقى انا عندي اهو كمان ايه قلتلك حاجة تانية يبقى انا acts as دي كيورد برضو يعني ايه مفتاح مفتاح لان انا اعرف ايه اللي بعدها يبقى انا دلوقتي لقيته احط بعدها الverb في الانفينيتب acts as احط بعدها الverb في برافو احط بعدها الverb سوري اللي بعدها النون على طول اللي بعدها النون على طول طب في حاجة تانية معنا النهاردة اخدناها اللي هي ايه اللي هي فور اللي هي what is مثلا the fan for what is the fan for طب انا فور هنا يمس اعمل ايه اختار على طول الكلمة اللي هي فيها verb plus ing verb plus ing ing طيب انا عندي هنا السؤال اللي هو اللي choose دوت بيبقى عندي وسؤال مهم جدا طيب ايه تاني ممكن استخدمه في الاسئلة اللي ممكن تجيلي في الاسئلة الامتحانات انا ممكن استخدم الامثلة دي او ال units دي في how to answer the translation question ازاي احل سؤال translation يعني انا دلوقتي لما اجي اتكلم عن موضوع دي jet back jet back او the function of the fan the function of the fan انا ليه بقول احنا لازم نحفظ كويس جدا الكلمات كلها لازم نحفظ الكلمات كلها علشان هتفيدنا في how to answer the translation question أنا هنا دلوقتي لما باجي احل سؤال translation هو بيجيب لي نوعيتين من الاسئلة how اول واحد translate into arabic يعني استخدم الاسئلة الكلام english وحول وحوله ل arabic علشان كده انا بقول ان لازم الفوكابز الجديدة بتاعتنا نحفظها كويس جدا طيب ازاي احل الاسئلة بتاعت اخر السنة النهاردة انا هقولك بس فكرة سريعة كده عن ورقة الاسئلة بتاعتنا بتكون عبارة عن سؤال زي ما اتفقنا اللي هو choose بتاعنا وعرفنا دلوقتي ازاي نحل سؤال choose ازاي اقول ان الكلمة دي ييجي بعدها verb الكلمة دي ييجي بعدها noun وهكذا زي ما قلنا دلوقتي بالنسبة لفور وبالنسبة ل acts as وبالنسبة لتو هنيجي برضو بعد كده هنتكلم عن الجرامر how to ازاي نستخدم الجرامر عندنا طب ياميس الجرامر هنا هيجلنا على هيئة ايه احنا كلنا منخف من الحاجات دي كل الطلبة اللي قدامي بيخاف وبيقول طيما انا بحفظ الجرامر بس انا مش عارف هو بيجي لي على ايه لا هو بيجي لك برضو في اسئلة اللي تشوز بتاعتنا بيجي لك في اسئلة اللي تشوز بتاعتنا السؤال ده تسألته كتير جدا من الطلبة وكلهم بيبقوا متخوفين هجي لك ازاي في الامتحان هتستخدمه برضو في او من خلال اسئلة اللي تشوز هتستخدمه من خلال اسئلة اللي تشوز طيب ازاي هميس هستخدمه من خلال اللي تشوز يعني انا مثلا عندي ولو سؤال او مثال من اللي احنا قلنا دلوقتي اللي هو ايه اللي هو ايه اللي ممكن يتحط وممكن يتشال انا ممكن انا ممكن اشيل wanted احط لك space ما كان احط لك space ما كان wanted واقول بعد كده الجملة عادي واجب لك اختيارات هجب لك want ولا wanted ولا wanting ولا اي كلمة تانية حضرتك تبقى عارف لازم تبقى عارف ان لازم يجي طالما فيه ود طالما فيه ود في الجملة التانية يبقى انا عندي هنا keyword فيه هنا جملة او كلمة بيينتلي اجيب ايه الناحية التانية بيينتلي ايه اجيب ايه الناحية التانية يبقى انا مجرد ما شفت عندي if اللي هي الشرطية وبعد كده شفت عندي الجملة اللي هي متسابعة عندي فيها if يبقى انا على طول هعمل ايه هقوم جايبة الفعل عندي في زمن el past simple وليس حاجة تاني يبقى انا هستخدم الكلمة بتاعتي في زمن el past simple ده بالنسبة للgrammar ازاي يجيلك كقاعدة if طبعا فيه كلام كتير وفيه حاجات كتير في الجرام برضو بيبقى ليها نوعيتها بس اللي انا عايز اطمنك فيه ان احنا فيه قواعد grammar بتاعتنا بتبقى عبارة عن كلها اسئلتها خاصة بال choose طيب نيجي بعد كده فيه اسئلة تانية برضو لازم اهتم بيها طب ايه يميس الاسئلة دي فيه عندنا حاجة اسمها الديالوج طب الديالوج ده يميس اه الديالوج احنا برضو اتفقنا قبل كده ان لازم نحفظها كويس طب وقلت قبل كده نحفظها ليه هل انا مهتم ان احفظ كلمة play معناها يلعب run معناها يدير او يجري لا هو مش ده الهدف بالضبط هو الهدف بالضبط ان ازاي how to complete a a meaningful sentences a meaningful sentences using these words using these words يبقى انا دلوقتي لما استخدم الكلمات دي واعرفها كويس قوي هستخدمها في جمل مفيد طيب ايه العلاقة بين الكلام دوت ولا حضرتك بتقولي ان انا في عندي حاجة اسمها الديالوج الديالوج دوت عبارة عن محاسة بين اتنين وعلشان اتكلم معيك وانت تتكلم معي يبقى لازم يكون عندك مجموعة فكاب كبيرة طبعا احنا بنقول الكلام دا دلوقتي لان احنا بدأنا من دلوقتي ان احنا ان شاء الله دخلين على نهاية السنة ولازم من دلوقتي نبدأ نتضرب على وازاي نتضرب على اسئلة الورقة الامتحانية علشان لما نيجي نمتحن في اخر السنة ما يبقاش الموضوع بالنسبة لنا شيء جديد لأ لازم وانا بشتغل اجي اخد الدرس اللي عندي اعرف ايه اللي هيفيدني في الدرس ده واعرف هاخد ايه وزي في جميع انواع الاسئلة اللي موجودة عندي في جميع انواع الاسئلة الموجودة عندي وان شاء الله هنبقى مع بعض هنغطي كمية كبيرة جدا من الاسئلة ديت وهنقدر مع بعض نحل ازاي نحل سؤال سؤال وهنحل مع بعض وهنشتغل مع بعض بإذن الله واتمنى لكم التوفيق ان شاء الله و جود باي و اشتركوا في القناة شكرا شكرا شكرا